موسيقى أسأل الله مساءكم مشاهدين بكل خير وأهلا بكم إلى نقاش على المباشر في عدد جديد منذ إعلان الطبيب الدكتور توفيق زعيبط عن نتائج أبحاثه ودراساته التي دامت سنوات واكتشافه لتركيبة خاصة بمرض السكري لم يتوقف الجدل حول هذه التركيبة لحد الساعة وزادت حدة الجدل بإعلان الدكتور عن بداية تسويق المنتوج شهر نوفمبر المنصر وما صاحب ذلك من تسارع المرضى لاقتنائه عبر الوطن كل الجدل الذي أثير حول هذا المنتوج تلخص في نقاط محددة هل ما أنتجه زعيبط هو دواء لمرض السكري أم أنه مكمل غذائي هل رخصت الدولة حقيقة لهذا المنتوج وهل تم تجريبه خلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التجارة عن منع بيع المكمل الغذائي عبر وسائل الإعلام رغم أن وزارة الصحة في وقت سابق قد رخصت لإنتاج هذا المنتوج كيف جاءت فكرة إنتاج هذا المكمل الغذائي هل هذا المكمل الغذائي يصلح لفئة معينة من مرضى السكري ولا يصلح لفئة أخرى وهل تم تجريبه حقا في مخابر سعيد باستقبال الدكتور توفيق زعيبط منتج المكمل الغذائي RHB في هذا العدد أهلا وسهلا بك أهلا بك دكتور دون إيطالة وعليكم السلام كيف جاءت باختصار فكرة إنتاج هذا المكمل الغذائي إنتاج أم اختراع اختراع أنا بالطبع بسم الله الرحمن الرحيم أنا إنسان مختلع منذ سنوات وماشهده هو أول اختراع هذا ثالث اختراع اللي مسجل أما عندي اختراعات خلين ما زال ما سجلتهمش اهه نقدر نهضر تفضل 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 نعم جوفي دولار وشيخ سيمندروة لبلوز أبسولو إنتاج وحتى خلين Vice ي lawsuitsيطر لنصاق ولي شاهده يتجاه انين وسط يواص القهن سيبرني وalez فج الحم القدر الشخم فاطنا إنتاج شعور ك كنا في البداية نسمع بأنه دواء ثم أصبح مكمل لماذا هذا الخلط؟ هل هو خلط من طرفه سيد إعلام؟ أم أنه في البداية كان راجع لأنه سيكون سائل ثم أصبح أقراص؟ هنا الإشكال لا لا الموضوع ليس هذا لن تقريبه أنه مكمل أو فارماسيوتيك هناك من الأسنين الى فات Xi فيجيب أن يتويد وجه حسسين أصبح 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 أحسابتين وهي هناك أصبح لأنه قائنا pyro حسنان إذا كان الملكول محر إضافة يتخل في حالة ممتع تجربة ممتعها هذا الموكول ممتعي في مهاتفة أو مهاتفة ومهاتفة أو مهاتفة ومهاتفة مع المتعامل ولكنه يوجد في مهاتفة لكيما ومهاتفة لأسفة بشكل طويل هذا يجب عليك الممتع يعني الناس الذين يصنفون هل هذا الناس ممتعها أو مكمل؟ بيانسير هو يعطيك لذلك الاناليزة كما يتبع الانسان نعم نتائج تحليل يعطيك طبعا يبعثك يعطيك انه ينغض النص يقولك روح ديلي لذلك الاناليزة طال طال بسكه هو هو الهيه الابجكتف يشارك كركوس خوص وين يلقاه يلقاه في الاناليزة سيهيه ام باتولوجي والله مستشفين دينا نفكشون بيرال باكتيريا وين يلقاه يلقاه في الاناليزة ما شيشوفة بعينيه ممتاز طالبا يلقاه في الاناليزة دق